رحبت دولة الإمارات بإعلان الاتفاق على هذه على هدنة في قطاع غزة وتبادل محتجزين بين الفلسطينيين وإسرائيل معربة عن أملها في أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وأثرت وزارة الخارجية في بيان لها على الجهود التي قامت بها دولة قطر الشقيق وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لتحقيق هذا الاتفاق وعبرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية خصوصا للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء بشكل عاجل ومكثف ومن دون أي عواق وأكدت دولة الإمارات ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وستستمر دولة الإمارات للعمل مع الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر لمضاعفة كافة الجهود اللازمة لدعم ومساعدة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة ترجمة نانسي قنقر